الآن حضرات السادة المشاهدين التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة موجز إخباري جديد مع منا الشراوي إليك منها شكرا لك حسام التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الجزائري يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر في ديارة عمل لمدة يومين اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية والواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتة الجديدة الذي يستهدف استصلاح أكثر من مليوني فدان وأضف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية للمشروع من طرق ومحاور وأبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء فضلا عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع وما تضم من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة وجه الرئيس السيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة والإسكان الخاص بالموظفين بها وفق أعلى معايير الجودة المخططة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة عقدت بالقاهرة جلسة مشاورات ثنائية بين مصر والصومال برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية من الجانب المصري ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي السومالي محمد عبد حسن وتناولت المشاورات سبلات دعم وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وآفاق التعاون المصري السومالي في المرحلة المقبلة قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن الاثمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا حيث أصبح العالم يسعى للتغلب على تداعية الجائحة وأشرت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء واستدامة العمل المناخي جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان نحو تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة للدعم أجندة العمل المناخي أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1803 متعافين من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادة منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 345774 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 28 حالة جديدة دعا الرئيس التونسي قيس عيد إلى تطهير القضاء والإسراع في النظر في القضايا التي يطالب الشعب التونسي بالبت فيها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بالقصر قرطاج كل من رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وتناول الاجتماع أوضاع القضاء وطول فترة التقادي ودعا قيس عيد إلى تطهير القضاء والاحتكام للقوانين والضمار نهاية مجاز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل